السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم جديد في قناة الامر والحم والعصفير. نهارة ان شاء الله في حاجة كده في اليمام هالأولى. اه ينفع حط ده نتايتين مع دكر. او دكر مع نتايتين. طبعا مستحيل. الكلام ده ينفع يا جماعة. طبعا عدت تنواقش انا واحد اه لدرجة اللي هو قال لي انا جربت عالطبيعة. قلت له اه لو انت جربت عالطبيعة بصراحة انا ما جربتش ومش هقدر لانا اقول لك اه انت سادق او مسادق او ما قدرش احرجك انا لازم اجرب. قال لي انا جربت بس اه في واحدة طلعت بيدراء واحدة لأ. فقلت له ممكن. قال لي حكالي ازاي? اه قال لي اه تانية اللي اه دكر كانوا نتايتين مع بعض. فانا عارف اللي ادكر بياخدش غير نتاية. وده من ربع المستحيلات ازاي في بعض الطيور اللي بتاخد الدكر بياخد كذا انتاية. او الحيوانات. لكن اللي امام الامري ما بياخدش غير دكر وانتاية زي الحمام برده دكر وانتاية. هو قال لي ازاي? بس انا بصراحة انا بحكي لكم دي بس انا لا انا ما جربتش. انا يعني انا عن نفسي انا ما جربتش. بس انا اسمعت منه. وبرده قلت اقول لكم في الفيديو. انا جماعة على تجربتي الدكر وانتاية مع بعض وبيبيدو وبيضو ببطنو وتعمل تمام. لكن دكر وانتايتين ده يعني مستحيل. فهو قال لي اولتره ماشي. انا والله احكيي لوا انا حشوف. فهو قال لي انا حطتت الدكر ومعن تايتين. قال لي في مكان واسع. بحيث لهو يعني زي افص الكوكتيل ده. حطت دكر وانتايتين حطت تاجنين. قال لي حطت تاجن فوق وحطت تاجن تحت. وقال لي حطت زبط القش فوقه وزبط القش تحت. اتدكر طبعا زايف وخد نتاية وباط. تمام التمام. يقيته بايد بيضة كده على الجنب بالنتاية. بايدة بيضة على الجنب وحطت لها قش نقل الطاجن بتاحها وحطت لها قش وبضت البطن وتمام التام ورائدت. ونتاية التانية بعيد طبعا. قال لي انا كنت عامل كده وكان عامل دورين. فبعد ما باضط وكده الدكر بيضان وزايف وزايف على اي نتاية. لقيته زايف على النتاية التانية. وطلع معها في العيش وقاعد ينادلها وكده. وبيقول لي انا استغرفت انا عن يعني الراجل عن نفسه وهو استغرب. بيقول لي انا مش متوقع. بس يكملناها مجدش عندي مكان لها. وقلت اجرب الدكر مع انتايتين. لقيتها فعلا باضط. بس بيضة طلعت فيها كابس. وبيضة طلعت ايه? رائقة. دي احنا ما مبصش على الكابس دلوقتي. احنا نبص ازاي يعني سبحان الله اللي هي ايه? الدكر وتوفق مع انتايتين. قال لي جربها وقول لي. طوله انا بصراحة ما شاء الله عندي عندي دقرة وعندي نوتي شغالة وعندي مكان. قال لي خلاص جرب الدكر مع انتايتين. فقلت له برضك يعني انا عايز اصدقك ومش قادر. هو قال اللي بس والله تدرب. وهتلاقهم دكر مع انتايتين. هتلاقهم شغالة بس ناس. يعني. وشوفت كمان. ما تحط انتايتين. ومعهم دكر. الانتايتين بيضانهم يضرب في بعض. لحد اما ايه? واحدة تاخد الدكر. وتغير مثلا على الدكر بتاعها بتاعها تضرب في نتاية. قال لي لأ. ما انا قلت انا عامله. لانا ما السايب هم ايه? ارضاو كده. هم نتاية وبضت معي. والتانية طبعا الدكر بيبقى زايف وحامي اصلا على طول الدكر. قال لي طلع النتاية التانية واقعادي اندهلها ويبيض. وطوله والله انا هجرب واشوف. اه يعني هايشتغلوا ولا ما يشتغلوش ولا كده. فدي لو اشتغلوا وما شاء الله تبقى طبعا حاجة جميلة. بحيس اللي انت خدت اه ان شاء الله ربنا يا كرم خدت اربعة زغليل. اربعة زغليل في بطنة واحدة. بس لو عندك نتاية زيادة. مش لازم نكلف نفسينا ونطلع الموضوع في الشينكي عشان انا مجربتوش عشان انا مجرب حاجة بقولها لكم. انا سمعت والله زي ما هو قال لي وقال لي جربوا على مسؤوليت. طوله انا عندي ما شاء الله لحاجة وهجرب. ان شاء الله بامر الله انا عندي اه دكر فوق زايفة اهو. وعندي اربعة نوت يشغالين ما شاء الله عليهم اهو. والاربعة يعني ايه يا خلاص يعني قفل وريشة اخر ريشة. وبدأوا لهم ايه اه يبتدوا بقى يسوموا الزمل خفيفة بتاعتهم والدكر ينضع عليهم وهي تطير عليه وهو يطير عليها وكده. فهي النتاية الكبيرة اللي في الزاوية دي. اللي في زاوية القفص دي دي النتاية الشغالة عندي. لكن كل التلات نوت اللي قدامي دول اللي هلو هلوهم ايه ريشة وفاردة علوم رشتين. لكن الكبيرة الشغالة هي اللي في الوش هي. فانا هسيبها مع الدكر ده. وابتدى جيب نتاية تانية خلاص قربت توقع اخر ريشة واسيبها معا. وابتدى حط الطاجن فوق وحط طاجن تحت او طاجن فوق وطاجن تحت بحيس اللي هي ايه تستريح ليهم. وهم لهم قش طبعا وهنشوف ايه اه قصة بتاعت الجوزين دول وربنا يسهل ونشوف هنشغل مع بعض ازاي ونجرب. السنة يا جماعة انا والله انا ما جربتاش قبل كده. فانا سمعت قلت اقولها لكم وانا هجرب. والله لو نجحت هنسوى الله فيديوهات ونشوفه ونجرب وتبقى حاجة قويسة تعلمناها. والانسان كلها سبحان الله طول ما هو عايش بيسمع وبيتعلم. المعلم كل يوم بيتعلم زي ما بيقوله. فاحنا هنجرب. واردك ايه انا انا اللي هجرب بس لو لقيت ازاي في النتاية تانية بصراح مش هقدر ايه اكمل عشان بقاش حرم علي. اه سيب له النتاية مسلا للشغالة اللي هو اخدها اتجاوزها وحسيب له ايه اه 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 وحشيلي النتاية التانية. طبعا دلوقتي باردك لحست حاجة بقى لي تلات اربعة ايام. انا الجزء اللي فوق ده. كانوا بض مرة والنتاية كلت البيض وكده والحمد الله ايه كله بقى تمام بس لسه مبضيتش. فلاقي النتاية الشغالة على طول الدكر يزوفت لقى قربت للأفص. وعمالة بص له كده وهو يزوف ويبص له في القفص. فانا حاسس اللي الدكر ده اللي في القفص انها التانية اللي على الشمال. عايز النتاية الشغالة دي والنتاية عايزة الدكر ده. فانا هجرب اخد النتاية الشغالة دي ارماله واشوف هيعمل فا ايه. فانا اللي انا راحسه اللي هي كلما يزوف الدكر اللي فوق ده. فالقى النتاية ايه اه اه شداله اه وعايزة تخرج بره القفص. اهو بيزوف دلوقت يا جماعة. اهو ازا ما حضركم شايفين بصوا النتاية او ما تسمعوا بتتجنن عايزة تخرجها. اهي بصوا يا جماعة. اهي. شوفت يا جماعة معي اهو. وبعمالة بصيلها ويناديها. وهي بتتجنن وعايزة تخرج. اه. اهي. اهم الاتنين مع بعض اهو جايبهم اهو. اهو. بصوا يا جماعة الدكر بيبص فين. والنتاية بيبص فين. اهو. فانا هبتدي امسك النتاية دي. اهو الدهال وكده اشوف ايه هيعمل معاها. بسم الله. اهي. هبتدى سقطها لجوه. ونشوفها هتعمل ايه. هدي دكر وانتايتين اهو. بس انا مش هجرب اتدكر وانتايتين في القفص دي طبعا عشان القفص دي دايق. مش هقدر هو يدوك على قد جوز واحد. انا حطيت له النتاية اللي بينده عليها. وهي بتوع تبص له. يعني ايه وتبقى زايفة في القفص زيه. طبعا عايزة تخرج له. اهو. نتبدى عنهم شواء كده وكنوا هنا خايفين من التصوير او الكاميرا. من رقيبهم كده مشوف هعملوا ايه. قد النتاية واقفة هناك هي على المسأة وده ايه الدكر. مشوفهم بس ايه هعملوا ايه. بترجع لمواضعنا. هنشوف هم مثلا هنجربهم ونجيب قفص كبير. هنبتد نحط اه اه اتدكر ونتايتين. ما اجرب انا ومتقلقوش. شاسبكم تتجربوا. هجرب انا ونشوف النتيجة مع بعض بباردك. هنصور باستمرار. نشوف الدكر هعمل مع النتايتين. او النتايتين هتعمل مع الظكر او النتايتين هتعمل ايه مع بعض. نشوفهم بباردك. وايه ونجرب. على سبيل انا كان صديقي انا من انا انا انتشجي لقد انا يتنزل الفيديو النهار ده. كان يقول لي انا انا كان كتب لي في تصليق ويا رب يكون النصة التي نزل فيديو ده يسمعني ويتفرج عليك. اه اه بيقول لي عندما يقصر باني ما يقصرش ايه. انا لتفرج بالفرج الفيديو التي يقصر دلوقتي مقصر سببان ويمكن ثلاث اسباب كمان. اول حاجه لان اما الدكر يزور وصغير ويزور وكسر الانيه ممكن يكون في مشكله تعبان او كمشان او اي حاجة عيان وثالث ممكن يكون مشقوف طالما مشقوف او معظم من صدره بيبقى ضعيف جدا ومم بيزور ولا بيقصر دول التالت اثباب الاغلبية اللي يكون فيها الدكر اما بيقصرش او النتاج تكون قدامه ممكن تكون برضك النتائج لاما شابة لاما النتائج عيانة اه نفس المشكلة لاما النتائج فيها حاجة مشقوفة ضعيفة بحيس لايه مباشي فالدكر بيكون راكن على جنب ما ما بيقرب لهاش خالص. اه يا جماعة ما يكون الدكر في المشكلة دي ما بيقصرش ولا اي حاجة لازم تشوف تلات اسباب دول اكتشفت فيهم بتلات اسباب دول يبقى تعالج فيهم. لازم تعالج تلات اسباب دول اول حاجة لو ما شقوف زباطه اكل هتلاقي زافة. لو شاب اصبر عليه هيقصر. لو عيان شوف عنده ايه سرامونيلا او في حاجة في معدته او كمشان في حاجة في جسمه كده. فبحيس اللي هو ايه بتعلقه. ماشي يا جماعة. نرجع بقى للدكر الشغالة اهو زي ما احنا شايفين هو بيناد على الانتاية. ودول لسه ما اعملوش اي حاجة. اهو. هنشوفهم بردك مع بعض ونصور ايه لو في ايه جديد فيه. لما تنسوش اللايك والشير وتشارك القناة ليوصل كل جديد. شكرا لكم. والسلام عليكم شكرا لكم.